خبر محوره فينا تجمع زعماء التطرف لقاء بين كيكل وأربان وبابيس أربان طبعا معروف ده رئيس وزراء المجر الراجل يمكن بيقولوا هما يتهموا بالتطرف لكن هو من وجهة نظر الشعب المجري أنه هو بيحاول يعمل عملية اكتفاء ذاتي لدولة المجر الراجل رافض اللاجئين ما بياخدش أي لاجئين أي لاجئ بيجي عنده بيبعثه على النمسا ده اللي بيرفضه كيكل ويمكن العملية دي كانت موجودة برضو مع رئيس الوزراء التشيكي أندريا بابيس في اللي هو السابق هما بيطلبوا بتكوين كتلة يمنية قوية في الاتحاد الأوروبي رأي حضرتك في نهاية انتخابات الاتحاد الأوروبي والنتائج بتاعتها وإحنا مقبلين على يعني لو جهة فربت كيكل وهو كان الفائز إيه على الأقل اللي ممكن تكون بين كيكل وأوربان يعني بصراحة سازم دوح هذا هذه إشارة خطر بصراحة هذا ما فينا نقول عنه إلا أنها إشارة خطر لصعود لهذا الصعود اليميني المريب المريب الذي تشهده أوروبا ليس آخره يعني بصراحة يعني الانتخابات الأوروبية وليس أبسطه حاليا هذا التحالف ما بين كيكل وبابيش وفيكتور أوربان بصراحة هذا كلام خطير إستاذ ممضوح أن هذا التصاعد اليميني التصاعد اليميني ماذا يعني؟ ما تنسيش فرنسا الظن فرنسا نعم وأيضا فرنسا نحن على موحد بالانتخابات فرنسا بالضبط ولوباين أعتقد أنها ستصدر الانتخابات وستشكل الحكومة حسب الأخير على استطلاعات وبالتالي أستاذ ممضوح اليمين المتطرف ماذا يعني؟ يعني الخوف يعني الخطاب الأديولوجي يعني تصاعد القومية يعني المواجهات يعني تصاعد الكراهية في المجتمع يعني مشاكل كتير وبالتالي العنف وبالتالي العنف نعم شكرا لك وبالتالي العنف وبالتالي بصراحة تخيلوا أستاذ ممضوح نحن صحيح قلنا أن غالبا ستكون الحكومة المقبلة بين حزب الشعب وحزب الاشتراكي ولكن في حال تصدر هيربيت كيكل هذه الحكومة هذه الانتخابات لربما كان عنده أغلبية قوية بصراحة وقتلف مع حزب ضعيف أو مع حزب آخر يعني بصراحة هذا شيء هذا شيء أعتقد سيكون ناقوص خطر ناقوص خطر ناقوص خطر يعني حتى نحن لن يعني لن نرعب المشاهد أن اليمين شيء مرعب ما اليمين ليس شيء مرعب يعني عبارة عن توجه سياسي وبالتالي وبالتالي كل الدول عندها قوانين وأنظمة سيطة مش عالية بالضبط جميل جدا ولكن عندما يستفرد هو والمجري والتشيكي والفرنسي والإيطالي من الجهات الأربعة فتفضل بقى لا يوجد اتفاق بين نعم صحيح مع إيطاليا مع ملوني مع ملوني نعم لا يوجد أنه يترجع لتحالف المغر مع روسيا نعم فبالتالي فبالتالي يا سيد الكريم بصراحة هذا التصاعد هذا هذا ناقوص خطر ناقوص خطر على كل من هو موجود في هذه البلاد وفعلا شيء يدعو إلى إعادة الحسابات والانتباه لهذا الخطر والتصدي له والتصدي له ضمن الإمكانات المتاحة إن كان إن كان من خلال الانتخابات المقبلة أو إن كان من خلال من خلال السياسات المجتمعية الخاصة بكل حزم التي توعي السياسات المجتمع يعني بقصد بقصد منظمات المجتمع المدني الإعلام وما إلى ذلك لا والأحزاب خد بالك والمثقفين لا بد أن يكون هناك خطاب آخر للأحزاب أكيد فأنا بقصد بقصد أن المجتمع المدني والإعلام والشارع المثقف عليه أن يكون على دراية عالية بمخاطر هذا الصعود